عندما يتعلق الأمر بأكثر الأمراض فتكاً على وجه الكرة الأرضية، السرطان فإن البشرية تترقب دوماً إيجاد سلاح قاتل للقضاء على مرض أرهق أرواح مئات الملايين من البشر ومع انفجار الفيروس التجهي كورونا وتطور التكنولوجيا الذي انبثق عنها الذكاء الاصطناعي بات التنافس حول إيجاد علاج حقيقي لمواجهة السرطان أمر رئيسياً في حسابات كبرى الدول حيث انطلق ابتكار التشخيص والعلاج بفضل المادة الوراثية MRNA خلال عصر كورونا لأنها سمحت لشركات الأدوية وتحديداً شركة موديرنا تطوير لقاحاتها الرائدة في وقت قياسي ويبدو أن هذه كانت مجرد بداية لثورة الرعاية الصحية ستيفان بانسل، الرئيس تنفيذي لشركة الأدوية الأمريكية موديرنا وفي تصريح جديد يعلنها بخبر قد يتسبب بإعلان حالة انتصار وفرح عالمية على أخطر الأمراض مؤكداً طرح أول علاج للسرطان العام المقبل بهدف السيطرة الكاملة على المرض ويأمل الخبراء أن تكون لقاحات السرطان بمثابة لقاحات جاهزة وعامة يمكن أعطاؤها لعدة مرضى يعانون من نوع معين من السرطان بدلاً من الاضطرار إلى تخصيصها لكل فرد على حدة يقول الخبراء في شركات أدويات عالمية إن العلاج قد يفتح الباب قريباً لإطلاق شركات كبرى أنواع مختلفة منه لمواجهة جميع أنواع السرطانات وهو ما سيجعل ثمن تلك الأدوية أقل مع مرور الوقت